كابلز اليوم مع دونيز أبي راشد معالجة نفسية واختصاصية مع الكابلز رح نحكي اليوم عن الشريك الذي لا يفي بوعوده أكيد اليوم عم صادف كتير ناس ما بيوفوا بوعوده نحن عنا دولة بكاملة مكتوفة بوعوده ولكن رح نحدد هالموضوع بالشريك بشخص الشريك السباب وتداعيات بعض الحلول اللي دايما منقترحها من خير الفقراتنا دونيز صباح الخير صباح النور يا هلا أهلا وسهلا فيك اليوم أكيد الموضوع يعني بيختلف من شخص للتاني من وعد للتاني وكمان من ظرف للتاني يعني نحن يمكن كمان اليوم الظروف ما بتسمح لنا أو منا ظروف مؤاتية لشخص يوفي بوعود رنانة وطنانة ما بعرف إذا هذا الموضوع معلق بأمور خارجية أو هو شي داخل شخص نفسي عند الإنسان صحيح هلا أجمالا الأشخاص بشكل عام الأشخاص اللي ما بيوفوا بوعودهم هن أشخاص نحن منقول عايشين أو عم بعيشوا بالأوهام الخاطئة هلا هلأشخاص شوي وشوي من دون ما ينتبهوا بيكونوا عم بضعفوا رابط الثقة بالعلاقة لتغذية خيبات الأمل والسعادة المزيفة المش موجودة لأنه بالنهاية يلي بيبقى بالعلاقة هي مش الوعود وإنما يلي بهم هو التصرفات والأفعال لذلك نحن عند معظم المتخصصين بالعلاقات الزوجية نحن منعتبر أنه كل ما كانت الوعود أقل كل ما كانت العلاقة أفضل يعني أفضل الشخص ما يقعد وما يوفي ويضلون رواء مضبوط يا رقلتي بس مثل ما كنت عم تقولي بالبداية الظروف بتختلف لذلك ما فينا ما ناخد بعين الاعتبار أنه فيه أوقات أشخاص بتعمل وعود بالعلاقة وهذا شيء مفهوم لأنه الإنسان جمالا بحاجة للأمان لما بيكون عم بيرتبط بحدا هذا الشيء من سميه الأمان بالروابط سيكوريتي ديليان هذا شغلة كتير أساسية والوعود بمحل معين مثل بتشكل اعتراف بالنواية يلي بتقدر تأمن سقة قدام التداعيات والأحداث المتشعبة بالعلاقات الإنسانية إذا بدك مثل الوقت الولد بيروح على المدرسة أول ما يروح على المدرسة هو صغير بخاف يفقد الروابط مع أهله لذلك هو بحاجة ل منوعده أنه رح نرجع ناخدك على الساعة الإنسان مضبوط هو بحاجة للاطمئنان وللوعود منقله هلأ بيجي بيك بياخدك بتروحوا على هذا المطرح بتشتروا هذه الشغلة فيرجع يستعيد الأمان إن كان على المدى القصير أو البعيد هلأ على صعيد الكوبل تقريبا بيصير نفس الشي بوقت معين الوعود بتقدر تكون كتير قيمة وإلائمة كتير سمينة وإلائمة لأنها بتقدر تشكل هذا العامل يلي بيسمح للتوقعات والانتظارات مثل تصير مثل أوهام فعلية وتأكيدات جواتنا يعني بنحس أنه نحن محبوبين وبيجمعنا رابط قوي ومتين لذلك كسر وعد معين هو أسرع طريقة لتدمير العلاقة خاصة إذا الشخص اللي عم بيقعد وما عم بيوفي صار عم بيكرر هذا الشيء أكتر من مرة وصار معود يعيش الشريك الآخر مثل خيبات أمل متكررة وأوهام خاطئة كتير حلو يلي عم نقوله معنات أنه نحن بحاجة لو عود وأنت عم تحكيك عم تذكر أنه نحن لما منوعد شخص بالارتباط لما منوعد شخص بخلال السريموني احتفال الزواج بأي طايفة اللي كانت أو حتى بالزواج المدني نحن عم نوعود أنه نضل مع هالشخص للحياة نضل بالسراء والضراء نضل أوفية وغيره وغيره يعني هون عم نحكي عن أكيد الوعود الكبيرة الوعود الحياتية اللي هيك الأساسية بس يعني هذه شغلة مهمة من شن هيك موجودة بس كمان في وعود تاني بتلحق وبدأ أحكي شوي كمان عن الوعد والشعور بالأمان خصوصا إذا كان الرجل يلي ما عم يوفي بالوعد المرأة دايما بحاجة لسند أو لدعمه اليوم بتفرق بين الرجل والمرأة دونيز؟ جمالا ما بتفرق الإنسان بشكل عام بحاجة لشعور بالأمان خصوصا ما بيكون عم بيرتبط بحدا ما بتختلف بين الرجل والمرأة بس رح قالي كوين بتختلف بتختلف بقدي أنا من جوة قوية وعند سقة بحالي يعني قدي أنا من جوة مرتاح مع حالي لأنه اللي قلتي كتير مظبوط أنه الوعد هو تصرف فيه مسئولية وهو بيخلق من شعور بالإيمان الداخلي فإذا إيماننا بذاتنا نحنا مفقود ما عنا إيه فما رح نقدر نوفي بوعودنا للآخرين فهذا شغلة كتير مهمة بدي يكون أنا من جوة عندي إيمان بحالي وقدي أنا أنه قادر أعمل هالشي مشان هيك لازم الوعود تكون نابعة من قرار داخلي يكون الشخص عارف أنه قادر يلتزم بالوعد يلي عطاه ومش يقوم بوعود هو مش قادر يلتزم معناتها لازم يحط الوعد يلي هو قادر ينفذه كل بساطة يعني إذا بنا نحكي عمليا اليوم مش حدا يوعد بي ما بعرف ممتلكات مثلا هو شخص ماديا لما أنه قادر يعني لازم يكون فيها شوي دراسة مش يكون كلام عم ينكبر نحكي شوي عن التداعيات لهالموضوع عند الشريك غير فقدان السئة التعامل اليومي نظرة الآخر للتاني بس بذكر أكيد مشاهدينا بأنه عم نتلقى اتصالاتكم على السفر أربعة ست أربعات ونحنا دايما نجاهزين لحتى نجاوب على كل أسئلتكم مباشرة على الهواء إذا بتحبوا تقولوا اسمكم أو لا نحنا عم ناخد اتصالاتكم خلال هالفقرة وموضوعنا هو الشريك يلي ما بيوفي بوعوده دونيز التداعيات على الشريك أو الشريك اليوم شو ممكن يكون ممكن يودي للانفصال أكيد فيها العلاقة تتزعزع بشكل كتير كبير لأنه ما بدنا ننسى أنه السئة هي عمود أساسة بالعلاقة اليوم على الصعيد الشخص الشخص يلي ما بيوفي بوعوده مش بس عم بخيب أمال الشخص الآخر يعني أكيد الشخص الآخر عم بخيب أمله ولكن جزء من نظرتنا لذاتنا وسأتنا بذاتنا عم تتأثر وهي الأخطر يعني اليوم الشريك عم بيخيب أمله بس أنا عم بيخيب أمله بحالي وهي الأخطر لأنه وقت أنا يخيب أمله بحالي السئة رح تتزعزع اليوم السئة كيف بتم بناء بتم بناء أول شيء بالسئة يلي الإنسان بيكون عنده إياها بحاله بديشوف قدامي شخص قوي تقدر أوسق فيه وبالتالي هذا الشيء رح يأثر على العلاقة رح تزيد المشاكل رح نخسر مصدقيتنا قدام الشريك الآخر رح يصير فيه جو يعني هذا الشيء بيزعج الشخص يلي ما وفي أكيد لأنه نظرته لحاله نظرته لحاله عم تتأثر وسأته بذاته عم تتأثر ليه ما بيوفي بس أقول أنه العلاقة رح تنهز على عدة أصعدة ورح سير أنا عايشة مع الشخص فيه جوه من الحذر والقلق الدايم لأنه وقت ما يكون فيه سأة فيه حذر بالعلاقة وهذه كتير خطرة هلأ السؤال اللي ألتيا اللي هو الأهم ليه ما بيوفي طالما هو كمان عم ينزعج ويمكن الناس ما بيعرفوا أنه هيدا الشخص اللي هو ما وفي بوعده أو ما قدر يوفي بوعده بوعده هو عم يضايق أكتر من الشريك يعني صح مشان هيك ليش أكيد ما فيه جواب واحد في عدة دايما ما نتذكر أنه الإنسان وعودهم ببساطة بيكون بنية الأزية لأنه ما بده بشكل معلن بقوله وبشكل كتير واضح إن كان وعود مادية أو معنوية بقول لشريكه أنا ما بدي كف بهذه الأشياء اللي نحن اتفقنا عليها هون بيكون بنية الأزية ولكن فيه أشخاص بمحلات تانية هنا أكيد فيه سبب لها الموضوع يمكن مشكل بيناتهم أو شيء تاني صحيح وفيه أشخاص بمطارح تانية ما بتوفي بوعودة من دون يعني ما بيكونوا عارفين إنه هنم عم بيوفوا بوعودهم بيكون فيه أسباب داخلية عم تمنعهم من إنه يعملوا هيدا الشي يمكن لأنه ما بدون يزعلوا شريكهم بيخافوا يقولوا لأ لشريكهم أو يمكن تعرف بأجواء رومانسية وأوقات حميمة بتكتر نجرب الموضوع صح ننجرب ننجرف بتكتر الوعود والأحلام نرجع من نوع ثاني نهار منحس أنه كل شي تبخر وما في شي من يلي إلناه بس بالإجمال في شخصيات معينة هي أكتر من غيرها بتوصل لأنه تعطي وعود وما توفي بوعودها طبعا يعني هون عم نحكي عن شغلة متكررة يعني بتصير أوقات لظرف معين لظرف حياتي معين مثل ما قلنا بمشكل ما يعني بظرف استثنائي إنسان ينكس بوعده ولكن نحن اليوم عم نحكي عن الوعود اللي ما بتنوافق بشكل المتكرر صفيت هيدا بشخصية هالإنسان هيدا يلي عم بيكون عم بيغلط أو بالإهمال أو بالأصد أو مش أصد ما بعرف هيدا هو شخص يعني رح أقولها الكاذب لكن بيختلف أو مش ضروري يكون يعني بيكون يمكن صادق بكل شيء اللي بها الشغلة مثلا صح ممكن يكون هو منه عم بيكذب ولكن مثل ما قالت فيه شخصيات معرضة أكتر من غيرها مش بنية مش بنية أنه هي بدأت تكذب ولكن هيدا الشخصيات معرضة بتكوينها أنها هي تعطي وعود وما توفي بوعودها فينا نعددهم يعني في عنا مثلا شخصية منقول السلبية العدائية الباسيف أغريسيف يعني هو إجمالا بوقت معين بيظهر محبة وبيظهر تأبل لطلبات الشريك ولقراء الشريك وبيرجع بعدين بيكسر كل وعوده وبيتراجع عن أكواله وبيعطي تبريرات للشريك بأنه لا نحنا ما قلنا هيك ونحنا ما اتفقنا على هيك وانت فهمت علي غلط مش هيك كان قصدي كل هيدا الأمور تلقى بشوي هو مش هو لأنه الباسيف أغريسيف يعني هيدا جزء من شخصية السلبية العدائية يلي بتطعن بطريقة غير مباشرة ما بتواجه لأنها بتخاف من المواجهة هيدا هيدا واحدة من الشخصيات في شخصية تانية يلي هي الأشخاص يلي هن بيخدعوا زيتهم هؤل الأشخاص ما بيكونوا بدون يأذوه ولكن بيعتقدوا الأشخاص بوقت معين أنه هن بيقدروا يقوموا بأمور وهن قد وهن هؤل الأشخاص جمالا بيشوفوا الواقع ما بيشوفوا الواقع بطريقة موضوعية يعني بيتحمسوا بينجرفوا بمشاعرون وبيعطوا وعود هن مش قادرين يحققوا ومع الوقت بيكتشفوا أنه هن منهم قد هيدا بس ما بيكون بيكون وعدهم جاية من محبتهم وقلبهم الطيب ومش بهدف الأزية أكيد عندهم عدم نضوج أو عندهم نقص بالنضوج وهن مش ويعيين لهذا الشي وفي الأشخاص أنواع تانية من الأشخاص يلي هن بيتلاعبوا بالآخر يلي هن بيعطوا أمال للآخر للحصول على شيء بالمقابل يعني أنا بوعدك بهيك وانت بدك تعدني بهيك وأنا برجع بعدين بتراجع عن قراري أو بتراجع عن وعدي هون بنية الأزية واضحة وفي الأشخاص يلي هكتير من شوفها يلي هن بخافوا يقولوا لأ يلي هن بخافوا يزعلوا الشريك الآخر فدايما بدوا أن يردوا الشريك الآخر وبيقولوا إيه على كل شيء لأنهم بخافوا من المشكل بخافوا أن الشريك يحكم عليهم بخافوا أنه ينفصلوا أنه يتركوا كل هيد المخاوف يلي بتقدر تكون مخباية وراها عدم سئة بالنفس فيه ناس منشوفهم بحياتنا منحس كأنه الصح والغلط عندهم يعني مغير عن الناس يعني فيه ناس بيعتبروا أنه فيه أمور ما علي إذا صارت ما شرحال إذا صارت ما علي إذا غلطنا هالغلطة ما علي إذا ما وفينا بوعدنا ما علي ما علي يعني منحس أنه كأنه هالليميت أو هالنوستيون هايدي تبع الصح والغلط منا موجودة بمحلة يعني هل ممكن كمان هول الأشخاص ما يوفوا بوعودهم ويعتبروا أنه هيدا الشيء بسيط وما أنه مشكلة نوع من إهمال اللي بيصير كتير أنه نحنا ما منعرف شو المنيح للعلاقة وشو المش منيح للعلاقة مثل مناخد علاقتنا بالآخر تحصيل حاصل وأنه خلص الشريك الآخر أنه ما علي أنا إذا ما وفيد بوعده أو ما علي أنا إذا كذبت عليه أنه بتمرق بس لا الأمور ما بتمرق بالعلاقة يعني الإشياء بتبقى مظبوط هيدا المعلاقة أنه عادة ما في شي ما نفكر أنه ما في شي لأنه هي أخطر شي مش أنهيك العلاقات مع الأسف عم بتضعف ومش أنهيك الطلاق عم بيزيد والخلافات عم بتزيد لأنه دائما منقول ما عليه بس العلاقة مثل ما عطول منقول هي مثل هالذر ريعة بدنا نعرف نعطيها وقت ونهتم فيها ورعاية واهتمام ونكون كتير دقيقين وسائل وفيتامينات وكل شي حتى اللي تعيش وقالها ما بتعيش وقالها بدها تموت نعم هل الموضوع له علاقة شوي بالتربية دونيز يعني هل له علاقة بشخصية هالإنسان كيف تكون بمتل ما كنا عم نقول الأيام الأخلاقية الاحترام الآخر احترام الزيت يعني هي إلا كمان محل كتير كبير لأحترام الزيت يعني اليوم الشخص اللي بيحترم نفسه ما بيغلط هالأغلاط يعني صحيح يا دعم تقولي مثل كل شي يعني كل شي بالحياة مرتبط بنحنا كيف تربينا بكيف نمية شخصيتنا نحنا وصغار مين الإجزامبل اللي شفناه قدامنا هل نحنا ربينا ببيت مع أهل دايما بيوفوا بوعودهم دايما ما بيكذبوا على بعضهم دايما كلمتهم كلمة أو ربينا بأجواء لا بسيطة نحتال من هون منتلاعب من هون أكيد كل شي بيرجع للماضي وكيف ربيت معظومة هاي دي منحتال ومنتلاعب هي القصة كلها بفتكي هذا بيت القصيد اليوم صحيح يعني هون الأشياء كتير بتأثر هلأ بترجع كمان مثل ما قلنا على سقة الإنسان بحاله لتقديره لذاته هو ولنظرته لذاته هو لأنه مثل ما كنت عم بقول قبل صحيح أنا عم بأثر على الشريك الآخر صحيح هو عم بيخيب أمله فيه بس أنا عم بيخيب أملي بحاله فأنا بلا ما انتبه بكون بهذا التصرف عم بيأز حاله قبل ما أقز الشريك ساعد البارتنر صحيح مشان هيك أنا بقول الحلول هي على ثلاث محاور بدأتون في محور شخصي خاصه بالشخص يلي هو عم بيقعد وما عم بيوفي في محور خاصه بالشريك الآخر وفي محور خاصه بالعلاقة والجو يلي عايشينه أكيد على الساعد الشخصي كتير مهم مثل ما قلنا أنه الشخص يكون هو عم بيطلع على حاله وهو عم بيشوف وين بيتصرفاته عم بيضعضع لهذه العلاقة وليش هو عم بيعمل وعود وما عم بيوفي بوعوده يقدر يشتغل على ثقته بذاته على أمور معينة بشخصيته على نظرته لذاته هول إشا كتير أساسية لحتى لشوي وشوي يرجع يبني يرجع يبني الثقة بالعلاقة بس هينين يصيروا اليوم عم نحكي عن ناس ناضجين عن ناس يعني يقالهم كل حياتهم معوادين على هالشي ثلاثين واربعين سنة سهل لها الشي أنه من مجرد ما الإنسان يقرر بيقدر مش بن مجرد ما يقرر بيقدر بس من مجرد ما الإنسان يعني أول شي بدأتي تجي من آرار انه أنا بدي change أنا بدي أشتغل على حالي مش أنك بدي أكون واعي أنه أنا عندي مشكل هذا أول شغلة بديك الإنسان يوعى أنه هي عنده مشكل هذا من ناحية من ناحية تانية فيه جو معين بيساعدك تشتغلي على حالي مرات يعني أكيد أحسن ترابي مرات العلاقة بالشريك الآخر والجو يلي عايشينه إذا فعلا في جو من التقبل من دون أحكام من دون خجل من دون إحراج العلاقة عم بتكون تشكل المساحة الآمنة يلي بتسمح لنا نتطور وننمى ونشتغل على حالنا. إيه فينا بهذه العلاقة أنه نقدر. شو يعني المساحة الآمنة؟ يعني ما بدنا يكون في حكمها أول شي لأنك ما تتصور قدام نعطي أحكام على بعضنا. ما تتصور قدام نحط أحكام مع بعضنا كل يوم. كل يوم فكر أنه أنت هيك. ما أنت هيك وما رح تتغير. مظبوط. هيا منشوفها عيادياً كتير. كلنا عني. أنا منحس أنه خلاص هو أو هي. يعني نحن بنحكي دايماً عن شريكنا هو أو هي ما بحياتها رح تتغير. وهيك ربيت وهيك رح تضل. أو هيك ربي وهيك رح يضل. صح. وهي كتير منشوفها عيادياً. بيكون الكوبل جاي وبدو يشتغل على علاقة. أنا بعرف هيدا الشغلة هيك وما رح تتغير وبعرفها. هون أهمية الحب. يعني شو يعني نحب بعضنا مظبوط وبطريقة ناضجة. نحب بعضنا نحن منتعلم نوصل لهيدا النوع من الحب ناضج. نحب بعضنا وقتا أنا ضل آمن أنه في شي جوات الآخر أنا ما بعرفه. وبدأ اكتشفه. لو صار لي عايشة معه مئة سنة في شي جواته أنا ما بعرفه. هيدا الحب الحقيقي. وقتا بروح لجوة وبجرب شوف شو فيه بالآخر وبجرب اتعرف على الآخر من جديد واكتشفه من جديد. وهذا الشي فينا نعمله كل يوم بعلاقتنا مع الشريك. إذا فعلا قدرنا نشيل الأحكام. وعلى صعيد الشريك الآخر مثل ما أنت كنت عم تقولي. أنه إيه فيه يلعب دور أكيد. يعني قدي الشريك الآخر بتصرفاته عم بيزعزي عم بيدفع إذا بديك شريكه. أو عم بيحفز شريكه يكذب عليه. أو يعطيه وعود. أو يحسي. أو يضغط. أكيد. أكيد. يعني اليوم الشريك الآخر بكل مرة بينتقد انتقاد لازع. أو بيجرح شريكه. ما بيكون عم بيعمل إلا عم بيخلي الشريك أكتر وأكتر يغرق بهالضعف اللي عنده. معناتها اليوم يعني بإيجابيتنا رح نقول. نقدر نساعد شريكنا. بس أوقات ترفي يعني في كتير ناس أوقات بيحسوا مع تكرار الخبرات يعني أو المشاكل أو هالأمور هيدا. أنه كل ما هو كان إيجابي. كل ما هالشريك كمان نستغل الموضوع. يعني في مثل أنه سيفزوا حدين يعني هالإيجابية أو هالدعم أو يعني الحب. ودايما هيك أنه نتقبل الآخر ونتقبل أغلاطه وغيره. بتصير ببعض الأحيان سيفزوا حدين دنيا. لكي وقت نقبل الآخر ولا مرة بتكون سلبية. بس رح أقول لك شو الفرق. أنه بنا نكون إيجابيين مش مش بسطة. يعني مش أغبية أنا بدي أقول. نعم. أنه أكيد نحنا بنا نكون في حد للأمور وأكيد في مواجهة بالكوبل. دايما بتصير. وهي دي بتصير من خلال أنه نخلق حوار بالناء بيناتنا. ونعرف نتحاور بيناتنا. يلي هي فن بحد ذاتها. يعني نحنا بنحكي عن فن التواصل. كيف نحكي مع بعضنا. في كتير فرق بين أنا أقبل الآخر. وبين أنا يكون الآخر عم بيمرق علي البدوية. صحيح. مية بالمية. يعني هون كمانا لازم نكون متنبهين للموضوع. يمكن هون كمانا بتصير الأساس بدأ مساعدة شخص اختصاصي أو نلجأ لحدا يمكن يكون عم يدخل وسيط لحتى الشريك تنبه. إنه لا في غلطة كبيرة أنا عم بعملها. إذا بنرجع للإيجابية. هيكتا بنكون بآخر بارت من الحلقة. عنا شوية بوزيتيفيتة بالإيجابية تبعنا اليوم. هيك إذا بنحكي عن بعض النصايح يلي الشريك بقدر يعملوا مع شريكو. لا يكون عم بحفزه يحسن حاله. يلغي أخطاءه. يعني يكون عم بغير هالأمور السلبية اللي عنده إياها. رح نعطي هيك جانرال تبس. دونيزي اللي أنت أكيد عندك خبرة كبيرة فيهون. باليوميات بطريقة التعامل والتواصل. نحنا بنقول التواصل الجيد. أوكي. بس كيف يعني؟ شو على المزبوط؟ شو لازم نعمل؟ شو لازم نتصرف نحنا؟ لكي أول شي في أربع أخطاء رحقول يلي ما لازم نعملون. يلي ما لازم وهو الكثير مهمين أنه ما نعملون. نحنا وعم نحكي مع بعضنا. أول شي ما بدنا نحكم. مثل ما كنا عم نقول. ما بدي أعطي للآخر صفات معينة. أنت هيك وانت هيك. تاني شي ممنوع الاتهام. يعني أنا وعم بحكي وقت حسي. وحتى لو بطريقة غير مباشرة. وقت الآخر يحس أنه أنا عم بحمله المسئولية أنه أنا عم باتهمه. هيدا كثير خطرة. حكماً بده يصير بده يدافع عن حاله. فممنوع الاتهام. تالت شغلة ممنوع التهديد كمان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وقت أقول إنه إذا ما صار هيك هيك رح يصير. وإذا ما عملت هيك هيك بعمل. ورابع شغلة ممنوع المقارنة. وقت نبلش نقول بس ليك فلان وليك فلان. هؤل أربع إشي. هؤل أخطاء الحوار. هؤل بعطلوا عمليات التواصل. هلأ إجمال عن الكوبلات. وقت أقل لهم هيدا الشي بيقولوا لي. طيب شو المسموح؟ ما نحنا ما بنحكي إلا هيك. خصوص إذا كنا عم نحكي عن مشكلة كبيرة. صح. أو غلطة كبيرة. صح. صح. إجمالا نمتهم منحكم. نحكي كل هولي. ومشن هيك منختلف. لأن هولي بعطلوا عمليات التواصل. يلي مفروض يصير إنه نقدر نحكي عن مشاعرنا. سلاش حاجاتنا. تنقدر نوصل نفهم نحنا شو بدنا ونحنا شو حاجاتنا من جوة. تنقدر نفهم حالنا ونسمح للشريك الآخر يفهمنا. فكتير مهم نحكي بسيخة الأنا بالإشياء اللي عم نحسها. ويقدر الشريك الآخر أكيد بده يكون كمان هو بيطقن مهارات الاستماع. يعني يعطي شريكه هالمساحة اللازمة هيقدر الشريك يعبر عن حاله. ما يصير ناطر تحته ليجاوب. هاي كتير خطرة. يعني أوقات من نكون نحنا كتير زعلانين منعبر عنه بغضب. يمكن هوني لأ لازم نقعد ونقول نحنا زعلنا من هيدا الشي. مش نحنا بدنا نخرب الدنيا ون ومندر نطرب الدنيا على رأس الشريك. يعني بتير مهم يلي عم نقوله أنه نقدر نعبر عن الشعور يلي أو المشاعر يلي عن جد عم نكون عم نحس فيها. مش نغطيها بأشياء تانية. ونغطي الطلب باتهام أو نغطي. يعني عنا نحنا إيها هيك بالإيجو يمكن تبع كل إنسان أنه ما يحط على نفسه ويقول ما هيك. فهون يمكن ضروري نرجع نتنبه على هالموضوع. معناته هالتعبير هيدا بنا نعمله حلقة تانية. هيدا لوح دنيز. شكرا لوجودك معنا دنيز أميراشد. رح ناخد برايك وامنش.